اشتركوا في القناة في المحتوى من الميدان والتجارب الاجتماعية وفقرت مع الناس وحوارات الاستيديو وكذلك المشاهير والمؤثير كل تلك المواد ساهمت في جذب المشاهدين وكان السبب في ذلك كله الإبداع والتميز في العرض والمحتوى القيم الذي يعرضه البرنامج الذي ساهم كثيرا في رفع الوعي لدى الجمهور حول مفهوم القيادات الآمنة النتيجة كانت وصول مشاهدات لمفردات المحتوى بلغت خمسة ملايين مشاهدة متفرقة بين مواد عشر حلقات ماضية ساهمت منصات النشر وتحديدا حساب المرور الصعودي على تويتر وصحيفة سبق والمنصة الأهم قناة الإخبارية غير من الصحف حسابات التواصل الاجتماعي للمشاهير في الوصول لهذا النجاح المبهر ردود وفعال من المشاهير والمؤثرين مع هذا الحدث كان لها الأثر الكبير على طاقم فريق العمل الله يعطيك خير هو برنامج سعودي تويعوي حائز على أفضل جائزة برنامج خليجي هي ثلاث أشياء ربط حزامك لا تتهور التزم بالسرعة المحددة لا تلهب جوالك والله يعطيك خيرها أحب هذه المناسبة هني أخواني في برنامج الله يعطيك خيرها حلقنا في الإخبارية وصولهم لخمسة ملايين مشاهدة الله يعطيك خيرها خمسة ملايين مشاهدة ألف مبروك لفريق العمل هذا الجهد الجبار وهذه الحلقات الجميلة ومبادرة أكثر من رائعة إن شاء الله أنه نستفيد منها دوم وهي مبادرة كان اسمها يعطيك خيرها غيرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى الله يعطيك خيرها خمسة ملايين مشاهدة بعشر حلقات الله يعطيكم خيرها ألف ألف مبروك لأسرة برنامج الله يعطيك خيرها على القناة الخبرية هذا النجاح بارك لي الإخوة العزاء والزملاء في برنامج الله يعطيك خيرها على هذا التفاعل الكبير الذي حصده من خلال خمسة ملايين مشاهدة رقم يحملكم مسؤولية كبيرة وانتم قدها معاكم عبدالله الخريف أنا صراحة سعيد بمبادرة الله يعطيك خيرها للتوعية المرورية برنامج ناجح الحمد لله وصل إلى خمسة مليون مشاهدة تستهلون وإن شاء الله يا رب يعني مزيد من نجاحات وأنا دائما داعم لهذه المبادرة وفي الختام وباسم طاقم البرنامج يحق لنا أن نفخر بكل من منحنا جزءا من وقته لمشاهدة البرنامج أو المقاطع المتداولة منها عبر موقع التواصل فأنتم شركاؤنا في النجاح يا سفراء الرسالة